رشقات ساروخية مكثفة من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل أكثر من 160 ساروخاً أطلقها حزب الله اللبناني رداً على الخسارة المؤلمة التي تكبدها إثر مقتل أربعة من قياديه أحدهم قيادي بارز في غارة إسرائيلية سهدفت منطقة حدودية في الجنوب اللبناني الجيش الإسرائيلي قال إن عدة انفجارات دوت في الجليل الأعلى والجليل الغربي كما تم إطلاق عدد من السواريخ باتجاه قاعدة ميرونا الجوية الإسرائيلية بالجليل الأعلى فيما أصيب معسكر للجيش الإسرائيلي قرب القاعدة العسكرية في منطقة صفد كما أعلن الجيش أنه على إثر تلك الدربات اندلعت عدة حرائق وأنه تم اعتراض سواريخ أخرى فوق بحيرة طبرة شمالي إسرائيل بحسب تصريحات الجيش هذا التصعيد الميداني يأتي بعدما تسببت غارة إسرائيلية سهدفت منزلا في قرية جويا الحدودية اللبنانية في مقتل أربعة عناصر من حزب الله بينهم القيادي البارز طالب عبد الله تصعيد يأتي ضمن آخر فصول المناوشات الدائرة بين جنوب لبنان وإسرائيل منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة ترجمة نانسي قنقر